ينضم إلينا مانا واشنطن الدكتور حسن هاشميان المحلل السياسي الدكتور حسن ترامب وعد بتوفير اللقاح بحلول نوفمبر هذا الكلام علمي طبي تقني أمي ورقا خبيل نعم تهيئ لكم ولمشاهدين البرمامج معلأسف ترامب يتحدث سياسيا وهذا الموضوع يأتي سياسيا ولكن الشعب الأمريكي يستمع إلى خبراء الطب وخبراء الصحة في هذا الموضوع والخبراء والمؤسسات المتعلقة بالخبراء قالوا بأن الموضوع سيدخل في أول من نوفمبر يعني يوم أو يومين قبل يوم الانتخاب بذلك لا يمكن نحن نتحدث أن يأتي هذا اللقاح قبل الانتخابات بفاصلة كبيرة وأنا أعتقد هناك ستكون عراغيل ومشاكل صحية موجودة أمام هذا اللقاح كما نرى الآن مثلا في بريطانيا وفي أكسفورد هناك حصلت بعض العراغيل تتعلق بنتيجة هذا اللقاح أنا أعتقد الموضوع يدخل سياسيا طيب سياسي خلف ورقة انتخابية دكتور طيب الطرف الآخر الزاوية الأخرى مع جو بايدن هو يقول اللقاح لم يأخذ حقه في الاختبار وهنا تكمن الخطورة على صحة الناس هل هذه الكلمات ضرب تحت الحزام كما يقال لترامب أم مخاوف حقيقية دكتور حاسم هذه أنا أعتقد أول قبل كل شيء لا ننسى مسألة جدا مهمة في الولايات المتحدة عندما موضوع جايحة كورونا يطرح يعني هناك ضرب لترامب وعندما موضوع مواجهة العنف والشرطة وما شابه ذلك يطرح هذه ستكون نقطة قوية لصالح ترامب لذلك الديمقراطيين والسراتيجية الديمقراطيين تركز على طرح موضوع جايحة كورونا واستمرار هذا الموضوع حتى الانتخابات الغادمة لذلك أنا أعتقد أن قبل أن نتحدث أن هذا الموضوع طبي السؤال البسيط هنا دكتور حاسم في نقطة الفيروس السؤال البسيط جدا وهو هل نجح ترامب في التعامل مع فيروس كورونا أم لا يعني ألا يستطيع أحد في أمريكا الإجابة على هذا الموضوع نعم مطلقا لا وبالمناسبة هو الآن يصار حاكمين معروفين في ولايتين معروفين وهما من الديمقراطيين ولاية نيويورك وولاية كاليفورنيا السيد كوما في نيويورك والسيد نيوسوم في كاليفورنيا هولاهم ديمقراطيين وبالمناسبة نجحوا في مواجهة كورونا ولكن ترامب سيهاجمهم ويهاجمهم أيضا وسابقا كان يهاجمهم لذلك بتقديري أنا هنا مسائل لم تطرح من منظور طبي أو صحي أو ما شابه ذلك تطرح فقط من منظور سياسي ولكن الأحداث تقول بأنه ترامب كان فاشلا في مواجهة الكورونا طيب الفشل هذه نقرة يا دكتور حاسم الفشل نقرة والتسطر هذه نقرة أخرى وهنا أعود إلى كلمات الكاتب الصحفي الشهير بوب وود هو يقول في كتابه أن ترامب كان يدرق خطورة الفيروس وحاول التجاهل عن هذا الأمر من أجل ربما مكاسب سياسية اقتصادية يعني دعنا نقل هنا ما شئنا أو حتى للحفاظ على ما تحقق دون خلق حالة من الذعر إلى أي درجة تتفق مع هذه الطروحات أو الكلمات أنا أتفق معه لأن بوب وورد هو ليس شخص عادي وأنتم تعرفون جيدا أنه هو الذي أرغم نيكسون على الاستغالة تقديم الاستغال صحيح وصحفي جدا مرموغ ومعروف في الولايات المتحدة لذلك كلام بوب وورد يأتي في مكانه والرئيس ترامب هو يسبق الخبراء دائما يتحدث قبل الخبراء أو يتحدث على ما يقوله الخبراء لذلك هذه مشكلة ترامب مشكلة ترامب لم يصمت ويسمح ويفتح المجال للخبراء أن يتحدثوا أن يأخذوا مجالهم أن يعطوا تغارير طبية صحيحة يعطوا تغارير صحية صحيحة هذه مشكلة ترامب وحتى في موضوع الأدوية الطرحة ترامب كانت كاملا مغايرة لما يقوله الخبراء لذلك الآن هذا الكلام وهذه الأحاديث التي الآن تأتي وتطرح في الوسط الأمريكي تضر بمكانة ترامب وتضر في موضعه شكرا جزيلا دكتور حسن هاشميان المحلل السياسي ضيفا كان من واشنطن ترجمة نانسي قنقر